رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما طريق السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي اليوم شاء الله قد نشترك معكم وجبة افطار متكاملة باش تاخدوا افكار متحيروش بنيتبوا توجدوا المائدة ديال افطار ديالكم وفي نفس الوقت حاولت لبي طلبات ديالكم بالنسبة لأخت اللي سولدني على البيزا اليوم غنشاركها معها ان شاء الله هنا غدرنا نعجن اول حاجة يعني عجنت عجينة ديال المسمن عجينة ديال المسمن اللي استعملت فيها الشعير يعني غنحضروا المسمن ديال الشعير استعملت كوبين من الفارينة كوب ديال الزراع وكوب ديال اه دقيق ديال الشعير شعير بلدي سوف هيك نخلط الدقيق ديالي كاما من بعد غدا نعجنو بكوب ونصف من اللبن ممكن تستعملو اه يعني الحليب الى بغيتو او تستعملو كاز ديال يوخت باش يجيكم ذاك المسمنة طيط بما اننا غنستعملو فيه الشعير شميجينا شناشف وقاصح من استعملت ملعقة ديال الخميرة البلدية والشوية ديال الملح يعني القبيصة ديال الملح وبالنسبة الاخوات لي ما عندو مش خميرة البلدية ماشي مشكيل استعملو خميرة العادية وحد قد الحميمسة هكذاك باش يجيكم يعني لا استعملتو مسمن ديال الشعير باش يجيكم داخل ارطب وفي الفوق ديالو كي يكون مقرمش ويتو المسمن يكون ارطب يعني ما يكونش في ديال القرمشة كتستعملو غي الخميرة العادية او الخميرة البلدية هذا هو الفرق سافي انعجن دا بدلكتها مزيين 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 سافي وغادن نخليها ترتاح فهد البواطه هادي وغندوز باش نوجد هنيا عجينة ديالبيتزا استعملت هنا ثلاث اكواب ديالالفارينا وكوبين من الجديد وكوب ديالخميرة البلدية واتتمو استعملو الدقيق الي بعيتو يعني غايك تستعملو هاد الاكواب كاملة يعني تقريبا المجموع خمسة ديالاكواس وكوب ديالخميرة البلدية ممكن تستعملو يعني الخميرة العادية سوف نعجن هذه الخليط كامل بكوبين من الماء سوف نجمعها بالماء سوف نضيفه مع زيت زيتون والملح سوف نضيفه مع زيت زيتون والملح سوف نضيفه بذلك المليحة سوف نضيفها بما أنني مستعملة سوف نضيف العجينة سوف نضيفها بذلك سوف نضيفها سوف نضيفها سوف نضيفها سوف نضيفها يعني ان هذه الطماطم الصغيرة حلوة بزيز سافية نطيبهم يعني بنسبة الطماطم الصلصة هذه الطريقة اللي كنحضر بها دايما الصلصة يعني وخام تكون شو موجودة عندي نحضرها هكذا في آخر لحظة كان نطيبها بلا ما بلا توابيل بلا تشي حاجة باش نقدر نستعملها كيف بغيت يعني باش نتحكم في البلاديالي كيف بغيت يعني بغيت مثلا هادي ده بقى انا حطرتها هاد الكيمية اغنستعملها البزاف ديال الحاجات اه خديت منها شوية وما تبقى غنستعملو ده بالبيتزا خديت شوية ديال الحال وشوية ديال الزعتر والملح فقط يعني باش كتجي نادك النك هادي البيتزا بحل بحل البيتزا ايطاليان يعني كيكون فيها غيهة النكهة هكذا من اه بيتزا ما كي يجوش في ها التوابيل يعني كي كي يضيفو في الصلصة اما الزعتر اما الحبق ولا كي يضيفو اه يعني الصلصة هاك دا كي غيب الملح وحتل من الفقعد كي يضيدو شوية ديال الزعتر وشوية ديال الحبق سافي هناك نقطع يعني هالدوائر ديالي باش غنحطر ببيتزا صغيرة وغدا نحطر ان شاء الله ببيتزا كبيرة بشكل الاخر هنا يكون شوية مختلف غير التغيير فقط هنا من الاحسن استعملو اه يعني القطعة ديالبيتزا انا معها تلفا ما اللي كنكون كنصور بغن نصرع دغية يعني كان اللي لقيتها قدامي كنحسا يعني كيجي اسهل بالقطع ديالبيتزا داك زائد اللي كن نشكلوها كدك في الدائرة سافي غن دهن بشوية ديال الطماطم اه الصلصة فاش كنقول لكم في الفيديو هات كان عاملين الصلصة او كان عني بها هات الصلصة هاتي يعني رفيت مني شار اه تشاركت معكم واحد الفيديو ولكن مهم قديم بزاف ما تشاش بزاف اه نحاول لا تفكرت ان نحط لكم الرابط اه هنا غدا هاد البيتزا هاتي غدا ننستمها غيب اه البصل والفلفلة حمراء وكذلك شوية ديال الزيتون وانتم ما راكم عارفين بيتزا يعني ممكن تزينوها باش ما بغيتو حتى بالخضرم شوية نبغيتو بيتزا فيجيتاريان اه ومن بعد في هاد الحالة هادي بني كنكملو هاكده اني كنزوقوها هاكده بهالطريقة اللي كتشوفو معيه بالشاشة كنزيدو شوية ديالجبن ايه لكان عندكم انا هاد النهار ما عنديش اه اللي حين لان اللي ما بقيت ش اخد الجبن ملكو ما ي taoo بدよし فينها من خضرو راسي ما كانش عندي موجود صافي تعملت اه يعني حضرت البيتزا بلا جوبني يعني وخابه تكون ش عندكم غايحضرو هارة الصلصة مني كتكون بنينة بزعتار و باعتارو و كيدهنوم اللي كيطيبو بزيت زيط زيتون والعجينة تكون رطيطبة ما تترقوش العجينة بزاف حتى تولي يعني قاسحة يعني خلوها شوية سميكة بينو بين يعني ما تكونش غليدة بزاف وما تكونش رقيقة بزاف صافي وممكن يعني تزينوها حتى بالخضر المشوية يعني بيتركم عارفين كنن أنواع كتيرة 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 يعني ممكن تتفنو فيها كيف بغينا ممكن نزينوها بالبروكولي ممكن نزينوها بيعني بجميع الخضار حتى القرعاء نقطعوها طويلة حتى هي كتجيزوينة فيها بنسبة لطريقة الطعي ديالها نشعلو الفرن يعني بحل الخبز لدرجة ديال الحرارة دياله تكون مرتافعة أنا هنا وجدتهم خليتهم مع فيهم الخميرة البلدية خليتهم ارتاحوا واحد مهم على حسب الجو اللي عندكم إذا كان الجو ساخن فغير كتكملوهم وكتبطي بهم إذا كان الجو عندكم بارد خليهم يرتاحوا واحد يعني نسب ساعة هكذاك لعنا خليت العجينة خمرات ليا مزيان عاد استعملتها أنا أول ما كان بدأ يعني كان عجلنا العجينة ديالي كامل اللي بغي نستعملوا كان غطيهم وكان خليهم حتى باش مني كان بغي ندخل المطبخ تلقى كل شي موجود وكتلقاهم العجينة توجدوك باش كان سهل لي شوية الأمر هنا هاد البيتزا هادي غنحطرها بالطون سمك الطون الوليدة ديالي كي حمقوا على هاد البيتزا هادي آآ كتاخدو الطون من نوعية جيدة ما يكونش آآ نوعية جياب جيدة حتى المضاق ديالو كيكون زوين يعني وخاك يكون غالي شوية ماشي مشكيل يعني مرة ما تش يعني من الأحسن يعني قليل يعني ما نشريوهش الحاجة أنا بحال هاكيك نفكر يعني إما ما نشريش أو اللي يسر له كأن ناخد الحاجة تكون زيانة يعني تكون عندها جودة زيانة أو ممكن تحضروه حتى في البيت آآ بعط المرات بالنسبة لأخوات اللي تكنين هنا المجازة أوشون كيدير كيكونو ديبخومو يعني نفس طرحة هو السمك ديالطون شوية غالي كيكونو ديبخومو تقدرو تاخدوه كتبخروه مع شوية ديالزعيطراء وشوية ديالحاماض ومن بعد كتصبو عليه شوية ديالزيت سيتون وكتخليه في التلاجة وكتبقوا فيما بغيتوا تستعملوه كتلقاوه ديالبيت كيكون ألد صافيه ناس تعملت الفلفلاء والبصلاء عرفتوا البصلاء كتواتم زيان مع الطون وممكن هادي البيت هادي بنفس المقادير كتواتم مع سومو سومو فيماي ومن اللي سبغيت شري وشوفوه وش ديال الحوض أو ديال الصيد يعني ديال الصيد كيكون شوية غالي ولكن كي فغيت ليكم يعني الواحد يعني شري حاجة مرة مرة وملي شريها يحاول ياخد حاجة مزيانة باش ما يدرش صحة ديالو لأن ديال الحوض را كيكونو دقين ليها هرمونات يعني مربي ديال الحوض يعني السمك مربي ماشي السمك اللي في البحر الطبيعي وحتى الأسماك الكبيرة أنا كنحاول ما ناخدهاش بزاف يعني كنناخدها غير مرة مرة كنحاول ما أمكن أن ناخد غير الأسماك اللي كتكون صغيرة يعني كيقولوا بأنه فيها المخكور مهم بالنسبة لهاد البيتزا هادي من الأحسن حضروها مباشرة فق يعني الصينية اللي غا تطيبه فيها لأنني أنا سهيت وحضرتها هكذا فوق الطبلة اللي بغيت نزاجتني يعني المنظر ديالي خسرته شوية مهم هناك ندهن بشوية ديال الطماطي مغي باش باش تحمر لي يمزيان هنا عندو زو باش نوجدو واحد شربة رائعة لدي ده بزاف 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 احتروا ليلة ديالكم غا تعجبوا من شاء الله استعملت فيها ثلاثة ديال الحبة ديال القرعة وحبة ديال بصلة حمراء وحبة ديال بصلة بيضاء واحد الحفينة ديال الفول الفول ما كنش في لغوس هات ممكن تخذ تستغنوا عليه أنا تشاهدو بغيت نضيفو في الوصفة سوف يو كنضيفو شوية ديال الملح وكنعمروه بالماء حتى كنوصلوه يعني للمستوى ديال الخضر سوف يو كنديوها تطيب على المهل من بعد ما طابتها باش غنلدوها وباش غتعطينا ديال تكستور داك القوام الكريمي كانت تطحنو داك الكوكاو حتى كيولي على شكل زبدة وغدا نسموها بالكوري اللي تقدرو تعودوه بالكوركم إلا ما كانش عندكم ماشي مشكلة نحنا غا تستعمل زيت الزيتون واحد القطاء تكون خلطة فيها القصبر والمعدنوس او السيبولاتي اللي كانت عندكم ممكن تستعملوا حتى السيبولات قطعوها تهيكت وتم زيان مع الماداق ديال هاد هاد الشربة هادي وشوية ديال الفلفلة حارة اللي كتعودوها بالفلفل أسود اللي لا حبيته سوف يكن تطحنوها وكتجيغزالة بزاف هاد الشربة دا هندوز باش نوجد البطبوط باش غدا نتناولو به إن شاء الله هادك المنقوب هنحطر المنقوب شهينا همليك إنك نتقل داول قينة شرينة سافي خلطت هنا النخالة مع شوية ديال زنجلان وغدا نقرس في هاد شفتوه أنا البطبوط عجل تغيشي شوية يعني كل حاجة كنعجل منها غيشي شوية باش ما تبقى ليش مهم هاد المخبوزات ما كتبقاش ليه إلا بقات ليه غالباً كتبقى ليه غيش شربة وكتبقى ليه إلا حضرت هكذا شي طبق كنتناولش من أي حاجة بعدها بالمسمن لي محضر غي بزفدة وفي الدقيق آآ يعني في الدقيق ماشي بنخالة وما فيش الخميرة بالدية ما كنقربش ليه آآ يعني كناخد غي آآ شربة ديال الخضر والسلاطة ما كنخلطش يعني ما آآ ما كنحطرش يعني ما كنشربش يعني تلا حطرت العصير آآ إلا بغيت ناخده خاسني يكون مخلط مع الخضراء يعني فيه كيكون حلو وخا ما كننضيفوش سكارة كيكون حلو آآ ركع عرفتو الوليدات إلا ما كانش حلو يعني يعني كنحاول في العصير كنحاول ما أمكن أن نستعمل شي حاجة يعني شي فاكهة حلوة إلا ما كانش حلوة كنضيف دائماً تمر الحمد لله ولو كيقبلوه تمر لأنش حلوة دي ما كانوش كيجبهم هاكده حمد لله دابا كيشربوه يعني ولفوه في العصير آآ صافي هاد شي اللي كناخد ويعني وكناخد هاكده خبيز هاكا بالخميرة البلدية وبحال يوما مثلا كين هادا كالمنجوب خديت منه واحد شوية والشربة وهاد خبيز هادا فقط يعني ما كنتقلش بزاف يعني كن نضع للطبلاء وأنا يعني باقي واحد بلايسة يعني ما كن ناكلش بزاف يعني يغي شوية صافي يعني بالمقارنة مع عادة وحمد لله آآ بديت كن نقصف الوزن بالنسبة الأخوات اللي بغاوا نقصوا في الوزن في رمضان يعني ممكن صحور انا ما كن ناخد حتى حاجة كن شرب غير الماء كن نوض يعني ملي بدى رمضان حتى الدباء كن شرب غير الماء شي مرات يعني من كي شي مرات آآ إلا كنت ما يعني كليت بزاف صلاطة في الفطور كناخد هاكده سلو في 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 الصحور ما سلو مع كاز ديال قتاي صافي ما كن ناخد حتى شي يعني ما كن ناكلش دغوبة ما كن ناكل جوج ديال الأطباق كن ناكل الطبق واحد يعني واجبة وحدة مع الفطور فقط واجبة الخراكة يكون فيها غيل ما كنشرب لما بتسه بزاف بزاف آآ صافي هنا غدا آآ 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 الخبز ديالي ها هو صافية وكي شفتو كي بتنفخ كان طيبو يعني بطيبيتات صغارين هنا غندوز باش غدا نوجد آآ آآ نوجد حتلمسي مناتا ديال ديال الشعير مهم انا آآ آآ وريتكم آآ آآ يعني كل شي كي يعرف آآ يحضر المسمن غيب اشتوفوا بأن العجينة كتقطع لأنه فيها الشعير ماشي بحل العجينة اني ما كيكونش فيها الشعير مهم العجينة ديال شعير وعجينة ديال سعر المسمن ديالها معروف كي تقطع شوية غيحتة هو تورقو وتطرشو هاكده بشوية ديال سميدة او بشوية ديال آآ آآ نخالة مهم واف صراحة بسميدة كي يجي احسن لأنه بنخالك تلصق يعني مل احسن آآ كنفضل انا يا نستعمل آآ سميدة وسميدة تقدروا تخلطوها بشوية ديالزنجلان بالداخل صافي كيف شوفتو غنخليهم هاكده يعني ما تطرقوهم مش ما تخليهم خليهم شوية غلي وضين يعني فيهم شوية الخميرة بش ميجيكم مش ناشفين وبش ميجيوش قاسحين لأنه انتم ما غنطيبهم بدون زيت يعني الزيت كان وضعوا غير في الواسط فقط زيت الزيتون بطبيعة الحال كيجي في عندهم فيهم واحد النكهة خاصة يعني كيجي ولدادين بساف هادي مسي منه هنا هدا هو آآ المنكوب يعني انا ما كنح نزولش لي ديك ديك الكحولة اللي كتكون في الفوق كنت راسيغي هكده من التحت باش كيت بقى لي الحب على اختها يغي يكيبقى صحيح من اللي كنزولو ليه ديك الرويس ديالو كيت آآ كيجي مع الجن مهم هي تتعدد الطرق يعني كي نكون واحد وكيفاش كي حده انا نوريكم بطريقة باش تعلمتوا فطارنا آآ كنضيفو هنا شوية ديال الحامض وشوية ديال زيت زيتون وكنخليوه اي طيب من بعد ما طاب يعني كي اخطغي خمسة دقيقة هكده كنضيف الحامض المصير شوية ديال تحميره شوية ديال الكركم والقصبر وشوية ديال الحار ولا الهريسة وصافيلم اللي حار اضفناها في الاول وغنزيد حتى الطماطم كيلي ما كيضيف طماطم يعني نوع اخر هادك هاد النوع هادا ديال كنضيفو الطماطم هنا زيت شوية ديال زيت زيتون وشوية ديال السلصة غنزيد حتى السلصة اللي حضرنا جميع احتا هي نزيدو حد المعلقات قولو لي في الكومنتر شو كلي كتحضروه بنفس الطريقة لان كل واحد وكيفاش كي حضروه هادا كيجي لنكهة دياله بحل بحل الحوت كيجي رائع باش ديك الشوية ديال الحامض ضفتوغي باش يبقى لي ما يبقى ما يوليش كحل يعني بقى هكذا اللون دياله خضيدر يعني ما لكن ضيفوش الحامض كيولي اه كيولي كحل صافي وكطيب ديك ديك الرجوع ويتشحر بما تلقوا ديك المكونات ديال اللي ضفنا في الاخير وصافي كيوجد وكنقدموه بسحة وراحة كيجي رائع نا كنحمق عليك يجي لديد بزاف آآ صافي ها هما البيتزات ديالي وجدو فرحو ليداتكم بيهم كيجي ولديدين بزاف وها هوا هاد المقبلة المغربية الديدة بزاف كيجي لديدة من بعد نقدروا ونزيدوا واحد شوية ديال زيت زيتون بالنسبة لهاد البيتزة هادي رافقتها بسلطة هكذا يعني شوية ديال الخيار وشوية ديال مهم الورقيات اللي كانوا عندي انا شربة كتجي عليها تشكل مني كتتطحن كتجي بحل شكل بحل شي كريم كتجي لديد بزاف انتو مع تكستيور ديالها كتجي بحل هكا هدي راح تلمور الفطر عاد صورت لكم هاد لب اختي عاد تفكرت بانيني ما صورت يعني مبينش لكم حاس شربة كيكتجي صافيه وبالنسبة لهاد المسمن اه كنت بغاف صراحا دهن كله مسمنه ونرش عليها شوية ديال لوز باملو رافقتها باملو الوليدات كي حمقوا عليها اه كي حمقوا على ذاك املو املو ديال المغرب اه كي انا بحل دبها هاد املو المسمن وخدي الشعير ما غدش ناخدو اه جيست باسك غي حيت بغيتنا نقصف الوزن اما ممكن ناكلو لعنا في خميرة البلدية وفي الشعير اه املو في شوية ديال العسل داك شي باش ما كان ناخدوش هاد رمضان كي اكلو غي الوليدات في بوحدهم اه بالنسبة لهذا كلم سمن اه كي خل ما اخداوش في الفطور اخداوه في الصحور انا كان وجد كل شي في مرة واحدة وما كانت خرش لمطبخ بزافتي للمراض كان وجد ليهم كل شي كنحط ليهم كل شي في الطبلة ولي كان بغين من اللي كان بغون نجمعوه لانه هما اللي كي يجمعوه كي يزوغي ذاك شي اللي توسخ وذاك شي اللي بقى عالفطور بحل دا باش شربا كناخدها لنرجعها لتلاجة لكانت قتلية اما هاد شي ديال معجنة الى بقى كي غطوه كي عودو ياخدوه في الصحور صافيه هما كيبقوا اوطنهم كي يجمعو ذاك شي الراسهم لانه بارك علي نحنا كن نوجدو ليهما ذاك شي خاصلو ليدات هما ييعونوكم وخيكونوا صغورين ما فيها باز في سبيل الله يتعلمو يعطوشو ايا من الوقت ديالهم صافيه هادي هي المائدة تيال هاد نهار تمنى ان شاء الله تعطيكم افكار لتحذير الوجبة تيل فوتور تيالكو وكن نقول لكم تقبل الله سيامكم وقيامكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة